السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الهندسة الجيوتقنية والحلقة الرابعة والعشرون اه نتكلم في الحلقة ديت عن اختبار الدمك في الموقع او الفيلد كومباكشن تيست او الفيلد دينستي تيست اللي ده حديد اه نسبة الدمك في الموقع احنا طبعا نكلمنا في الحلقة السابقة عن اختبار بروكتور في المعمل واللي دهن اس بي اكثر غسافة جافة اه طبعا عشان نعرف اختبار اه الدمك في الموقع اه لازم نعرف طبعا ان اه تيست بيتعمل اه بتلت طرق هنعرف اه التلت طرق دول ازاي وهنعرف ايه الاختبار بيتم ازاي يلا بينا نشوف ايه اه طبعا ان ازاي كان هنا طريقة ايه وايه بطريقة مخروط الرملي والطريقة التانية اللي هي البالون تيست ورى الطريقة التالتة اللي هي نيوكلر دينيستي هنتكلم على كل حالة من دول لوحدها ونشرحها بتتعمل ازاي هنتكلم في الحلقة دي عن الاختبار اللي هو مشهور واللي هو العملي وكل الناس شغالة بيه اللي هو السندكون تيست ميزوت السندكون تيست هو اختبار المخروط الرملي بمعنى ان انا بستخدم رملي عياري بعاير بيه حجم الحفرة وبعد كده بعمل الحسابات بتاعتي الجهاز او المعدات بتاعت السندكون تيست بتكاو من ايه زي ما احنا شايفين عندنا المخروط اللي فيه البرطمان البلاستيك والبلتة وعندنا رملي عياري وعندنا بعض الادوات زي مسترين شاكوش فرشة رابعا باخد معايا كياس عشان نحط فيها العينات وهنشوف الطريقة بتتعمل ازاي يلا بينا طبعا المفروض الراجل المقاول عمل طبقة الاحلال هي سمكها 25 سنتي غمر همية ودكها وبعد ما خلص الدك بيبعت للمعمل شاك ان كان فيه معمل داخلي في الموقع او معمل خارجي بيستعين بمعمل خارجي من برا فبيبعت عشان يعمل اختبار قدامك علشان يشوف هو دك التربة بطريقة نموزاجية زي البروكتور اللي تعمل في المعمل ولا لا تعال بقى نشوف الاختبار بيتامن ازاي خطوة خطوة الفني اول حاجة بيثبت البلتة في النقطة المختارة كل مية متر مسطح من حد النقطة بيتوزع بطريقة معينة بياخد من داخل البلتة اللي هي فيها فتحة خطرها 15 سنتي وبينزل بعمق لا يزيد عن 15 سنتي بياخد عينة من التربة المدموكة في كيس وبيحاول ان هو يكون حذر ان ما فيش حاجة تخرج برة البلتة او تخرج برة الكيس بعد كده بيرقم العينة دي اللي هي مدموكة او الرمل المدموك وبيديها رقم وبيركنها على جنب وبعدين بيجيب بقى الكون بالبرتمان ويحطوا الكون فوق الحفرة اللي شايفينها ديت غير منتظمة الحجم علشان اجيب الحجم التاحها عن طريق الرمل العياري المعلوم الكسافة ومعلوم الوزن بيفضي الرمل اللي هو جايبه في كيس معلومة الوزن واحنا معاييرينه في المعمل عارفين الكسافة بتاعته كامو دا ما بيكون واحد ونص بيفضي في البرتمان الكمية كلها اربعة كيلو او خمسة كيلو بيفضيها بحرص برضو علشان لا يفقد من الوزن اللي هو جايبه وبعدين بيحطها فوق الحفرة بيفتح المحبس اللي في المخروط او الكون عشان الرمل اللي موجود في البرتمان ينزل في الحفرة بعد ما بيثبت الرمل بيقفل المحبس وبيشوف المتبقي بياخده في كيس وبيحطوا برضو يرقموا بنفس رقم العينة اللي خد منها التربة وبيربط الكسين مع بعض علشان دول هيتوزنوا بعد كده ويتعمل بهم الحسابات عشان نعرف ايه اللي بيحصل في حكاية الرمل العاري هنشوفه في الصورة اللي جاية ديات طبعا الكون اهو والحفرة اللي احفرناها الغير منتظمة والبرتمان في الرمل العياري هنا اللي بيحصل الآتي الرمل اللي بعد ما بينزل ويملى الحفرة بيبقى فيه جزء متبقي في المخروط اللي قدامنا وفيه جزء متبقي في البرتمان يبقى انا عندي اربع اوزان فيه تلاتة منهم معلوم الوازن بتاعهم او انا بالحسابات اعرفهم وفيه وزن الحفرة الوزن الرمل العياري اللي نزل في الحفرة اللي هو معلوم الكسافة ده اللي هو مجهول هعرفه ازاي هنعرف من الخطوات اللي جاية طيب احنا عندنا وزن جايبينه ثابت واللي يكون اربعة كيلو او خمسة كيلو اللي هو الرمل العياري اللي جايبينه معنا هسميه total weight اللي هو الرمل الكلي نزل منه جزء ويبقى جزء اللي هو المتبقي والمخروط اللي هو فوق الحفرة بيبقى معلوم الوزن بتاعه فانا علشان اجيب وزن الحفرة يبقى هطرح total weight اللي هو الوزن الكلي هطرح منه اللي حاجتين اللي معاية وزن الرمل الريتيند او الريزيدول اللي هو موجود في البرتمان زائد وزن الكون هيديني وزن الرمل اللي نزل في الحفرة طيب انا عندي الكسافة بتساوي اللي هي الدينستي بتساوي weight on volume يعني كسافة بتساوي وزن على حجم يبقى ال volume of whole اللي هو حجم الحفرة هيساوي weight of send in whole على الدينستي بتاع الترامل دي اللي هي واحد ونص فقدر اجيب حجم الحفرة بكل بساطة طيب ترامل اعرفت اجيب حجم الحفرة من القطوة اللي فاتت وانا واخد وزن تربة من الحفرة يبقى قادر اجيب gama weight او كسافة التربة الرطبة من المعادلة القدامي gama w بتساوي w s على v طيب طالما قلنا gama weight يعني الكسافة الرطبة طيب انا عايز احسب الوزن المحتوى المائي ده او water content او الموشهر content علشان بيجيب gama dry او الكسافة جاف فهعمل ايه هنجعرف في الخطوة اللي جاية ما هو water content او ما هي الموشهر content the soil moisture content is the quantity of water it contains water content is the least as ratio which can range from zero to the value of the material brosity at saturation يعني الكلام ده اتمعناه ان water content او الموشهر content هي نسبة وزن المية الى وزن السويل نفسها وهي جافة فبالحسابات هي الوزن بتساوي weight of water على weight of soil في مية طبعا عندنا التعريف بتاعها water content percent كنسبة طيب هو عشان اقدر محتوى رطوبة في طريقتين لاما استخدم فرن التكفيف في المعمل او استخدم جهاز اسمه lezbidi moncher dester هنعرف دلوقتي ازاي نعرف انقدر محتوى المائي في المعمل بغسطة فرن التكفيف في المعمل انا باخد عينة من الرمل اللي انا جبته من الحفرة اللي هو فيه محتوى مائي في كونتينر او يعني في حاوية حوالي ديبت مراقمة ومعلومة الوزن وبوزنها هي العينة جوه الكونتينر ده بوزنها واخد الرقم الوزن بتاعها وبعد كده احطها في الفرن المدت 24 ساعة تحت درجة حرارة من 105 الى 110 درجة وتاني يوم طبعا اوزا ما قلنا بنوزن العينة بعد ما بتجف الفرق بين الوزنين هو ده وزن المياه وده الجدول المعدل للحسابات بيبقى فيه وزن الكونتينر وبعدين نمر اتنين وزن الكونتينر زائد السويل رطبة وبعدين وزن الكونتينر زائد السويل جافة وبعدين بطلع وزن المياه وبطلع وزن السويل جافة عشان اقدر اجيب الووتر كونتينت الطريقة التانية للتقدير محتوى رطبة او الووتر كونتينت او الموشار كونتينت هو جهاز اسمه يعني بعمل عن طريق جهاز اسمه الاسبيدي موشار تيستر اللي هو اختبار محتوى الرطبة السريع هو من التعريف بتاعه يعني سبيدي سريع الجهاز دوت عبارة عن ايه عبارة عن شنطة فيها جهاز زي اللي احنا شايفين ده الشبه التورموس كده وفيه عداد وفيه ميزان وفيه علبة بتبقى موجودة اللي هي البرطاني دي فيها مادة اسمها كالسيم كاربايد ودي شارها لانتصاص الماء الاختبار بيتم زي بتاع قياس محتوى الرطبة او محتوى الماء او الوتر كونتينت انا بنصب الميزان بحط فيه وزنة تساوي التقل اللي هو في الميزان من السويل بحط الوزنة دي فيه الجهاز اللي هو قدامي بحط معلقة معايرة من العلبة اللي فيها الكالسيم كاربايد مع التربة بقفل بإحكام برج الجهاز فالجهاز ده بيبقى برضو فيه كورتين بليتين كده برضو بيخلطوا الكالسيم كاربايد مع السويل بعد كده بيديني قراءة في العداد بالوطر كنتنت أو محتوى الماء نيجي بقى لحسابات الكمباكشن برستينت طبعا الجاما ود دي هي الكسافة رطبة بتساوي الويت أوف ويت سويل على الفوليوم أوف هول يعني وزن التربة رطبة على حجم الحفر طب نجيب الجاما دراي ازاي هنشوفها في المعادلة اللي قدامنا زي ما احنا شايفين في المعادلة اللي قدامنا الجاما دراي بتساوي الجاما ويت على واحد زي الويتر كنتنت عالمية يبقى في كل نقطة بعمل لها اختبار في الموقع بحسن لها الجاما دراي بان انا بقسم الجاما ويت على واحد زي الويتر كنتنت عالمية عندي خمس نقط عشر نقط بجيب الجاما دراي بتاعتهم وبعد كده باسم الجاما دراي على بتاعت الموقع على الجاما دراي بتاعت المعمل اللي احنا بتسميها الجاما فيلد على الجاما لاب اللي هو المكسم دراي دينستي بتاعت البروكتور بتديني الكمباكشن بيرسينت طبعا المواصفات بتقول يجب ان لا تقل هذه النسبة عن 95% يعني انا حققت 95% من الدمك فده مقبول حققت 100% يبقى انا عملت دمك زي اللي تعمل في المعمل وعملت 101% يبقى انا عملت دمك احسن من اللي تعمل في المعمل وبينقدم هذه النتائج للاستشاري علشان يعتمدها وبينصح الاستشاري في الخطاب بتاعه بفرد الطبقة التانية وبعد ما بيخلص دمك هذه الطبقة بيبعت للمعمل تاني علشان يعمل التجارب ساند كون تست علشان يقدر نسبة الدمك او الكمباتشن برسنت لهذه الطبقة ثم ينصح الاستشاري بفرد الطبقة التي تليها ثم التي تليها حتى تنتهي طبقات الاحلال وكده يكون انتهينا من اختبار ساند كون تست ياريت نكون نعملنا حلقة عجبتكو وياريت سابسكرايب وشير ولايك علشان نفعل القناة وستمر علشان سياسة اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة